مجلس الشورى مول ملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النابل الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله عقدت جلسة مجلس الشورى جلستها السادسة والعشرين في دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عبر تقنية الاتصال المرئي والذي جاء عبر توظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة بتوجيه من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس بهدف الحرص على استمرار أداء المجلس لأعماله خلال هذه الظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها مملكة البحرين هذه اليوم جلسة تاريخية لأول مرة السلطة التشريعية في مملكة البحرين تعقد اجتماعها عن بعد وتعلمون أيها الأخوة الأعضاء أن هذه الجلسة أتت نتيجة لما نمر به من هذا الوباء الذي يتطلب مننا اتخاذ إجراءات احترازية حرصا على سلامة الجميع جلسة مجلس الشورى جاءت مطابقة للدستور والقانون حيث تعتبر كغيرها من الجلسة التي تعقد فقد شهدت مداولات ومداخلات لتنتهي الجلسة بالموافقة على المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية كما وافق المجلس على المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية أبرز ما طرح اليوم في الجلسة وتم مناقشته ومرسومين المرسوم الأول كان يتعلق بقانون الجنسية البحرينية بحثة متعديل المادة تتعلق بالسحب الجنسية البحرينية بالإضافة كان هناك قانون آخر قانون المرافعات المدنية والتجارية هي يعتبر نقلة مهمة سواء في النظام العدلي أو في قانون المرافعات المدنية والتجارية جلسة اليوم هي تعتبر جلسة تاريخية في تاريخ السلطة التشريعية بحيث أن أثبتت السلطة التشريعية أنها قادرة بأن تتواكب مع التقدم التكنولوجي بحيث أن تدار الجلسة عن بعد بدعم من معالي الرئيس اليوم الأمانة العامة قدرت بتقديم وتسخير كل الإمكانيات التي تدعم المشروع هذا الإصلاحي وتقدم العمل في ظل هذه الظروف الاستثنائية بالشكل الذي قدرنا من خلاله أن نمشي في المسيرة الإصلاحية وفي هذا العهد الزاهر والحمد لله كانت الجلسة سلسة تم مشاركة جميع الأعضاء فيها ومثلية الحكومة وكانت أداءها طيب وهذا العكس من خلال الاستعدادات التي قامت فيها الأمانة العامة الفترة السابقة في توفير كل الإمكانيات والتقنيات هذا النجاح الذي تحقق في جلسة مجلس الشورى باستخدام هذه التقنية ما هو إلا تأكيد أن مملكة البحرين تسير قدما في درب التشريع والتطور والتحديث في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله وبفضل طاقات وطنية سخرت نفسها لخدمة الوطن تماشيا مع سياسة الحكومة الموقرة والتي تدعو إلى العمل عن بعد مجلس الشورى يناقش عدد من القوانين ويمررها عن طريق الاتصال المرئي للمرة الأولى في تاريخ السلطة التشريعية بمملكة البحرين طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين